اشتركوا في القناة فهذا المنطق ليس منطق مدونة المحترف والشفافية المصداقية هي التي تجمعني بالمتابعين خلال 6 سنوات فلا يمكن ان اضيعها في فيديوهات غير صادقة فأبي طلب مني مؤخرا ان اشتري له هاتف جاء اخر كون ان الهاتف الذي تحدثنا عنه في سنة 2014 تكسرت شاشته فطلب مني ان اشتري له هاتف وبالفعل حاولت ان ابحث له عن هاتف يمزج بين نقطتين اساسيتين النقطة الاولى وهي نقطة الجمالية والنقطة التانية هي نقطة performance ايه يكون هاتف قوي فبالفعل عطرت على هذا الهاتف الذي اولا يمتاز بالجمالية كما تشاهدون فهو جميل لون الذهبي فيه راقي جدا يعني هاتف راقي بكل ما في الكلمة من المعنى رائع جدا وكذلك تمنه الذي هو تمن معقول فهذا الهاتف يمكن ان تجدوه في موقع اي باي يباع في موقع اي باي يعني يكفي ان تكتب الفن ايمتو او ايمي اثنان اه تجدونه في جيرباس تجدونه في اه كوليكول تجدونه في يعني عدة مواقع يمكنكم فقط ان تذهبوا الى الرابط اسفله ستجدون اه يعني المتجر الذي يضم جميع هذه المواقع هذه نقطة نقطة تانية في نسبة الاعدادات فهذا الهاتف اعداده جميلة جدا كما ستلاحظون اولا فيما يخص اولا الشاشة الهاتف فهي 5.5 بوصة يعني اعتقد انها كافية جدا كبيرة جدا من اجل تصفح الانترنت مشاهدة الفيديوهات الى غير ذلك بالاضافة الى البروسيسر هذا الهاتف البروسيسر هذا الهاتف هو عبارة عن اكتا كور اه نحن نعلم جيدا ان اكتا كور يعني ربعين نواات ربعين نواات كافي جدا لكي يشغل جميع التطبيقاتك وان حتى ان التطبيق التطبيقات التي يتم يعني طرحها حاليا هي تدعم الاكتا كور فالكواد كور الى غير ذلك نوعا ما هاد الهواتف تكون تمنوا باهض بالاضافة انها يعني لا تتماشى مع احتياجات التطبيقات طبعا نوع البروسيسر هو 64 بيت هذه نقطة مهمة كما انه سرعة ترددية 1.5 جيجا هيرلز نتحدد كذلك عن الرام في هذا الهاتف الرام هذا الهاتف هي 2 جيجا في الرام وسعته الداخلية هي 32 جيجا بالاضافة انه يمكنك اضافة ميمواري كارد الى حدود 128 جيجا من او كسعة تخزين نتحدث كذلك عن الكاميرا فمثلا الكاميرا الخلفية هي كاميرا ب13 ميجا بيكسل 13 ميجا بيكسل يعني هذا الهاتف يضمن لك التقاط صور عالية الدقة وبجودة جيدة بالاضافة ان الكاميرا الامامية هي 5.5 ميجا بيكسل واعتقد كذلك انها يعني هذا الكاميرا كافية من اجل التقاط صور السيلفي الى غير ذلك نتحدد كذلك عن 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 نوعية الاتصال او الشبكات التي يدعمها الهاتف يدعم جميع الشبكات يعني 2 جي 3 جي والفور جي كذلك يعني كما لو كنت تستخدم هاتف من البراندس المعروفة مثل سامسونج الى غير ذلك الهاتف كذلك يمتاز ببصمة الأصبع فيمكنك كذلك برمجة بصمة الأصبع كما انه يعني النظام تشغيله هو اندرويد لولي بوب خمسة واحد اذا هذا يعني نوعا ما او كنظرة عامة شاملة حول هذا الهاتف اه يعني انطباع الشخصي حوله فهو اولا خفيف الهاتف خفيف واذا كنت من محبي الهواتف ذات الشاشة الكبيرة مثل انا كذلك وحتى ابي يحب هذه النوع من الهواتف فلن تجد افضل من هذا الهاتف كون انه تمنه اولا كما قلت تمن معقول اه بالاضافة كذلك الى ااا اعدادته التقنية الجيدة جدا وشكله الهندسي الرائع حتى انه يعني كما تشاهدون سمكه فهو رقيق نوعا ما ويعني الغطاء الخارجي هو عبارة عن آليمينيوم ليس بلاستيك آليمينيوم ااا يعني ما يعاب على الهاتف يعني عندما تحصل على ال 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 الهاتف فستجد اولا الشاحن ولكن للأسف لا يوجد سماعات لا يوجد سماعات مع هذا الهاتف هذه نقطة نوعاً ما نقطة سيلبيا في هذا الهاتف لا توجد سماعات ولكن في المقابل يوجد أغطية للهاتف يعني حمية للشاشة يعني ثلاث حميات للشاشة أمامية وخلفية كما تشاهدون أمامية وخلفية يعني هذا كل ما يأتي مع الهاتف طبعاً لمن يتسأل عن الجاماريك وكم دفعت عن الجاماريك نعم دفعت مبلغ 300 سأريكم ورقة الجاماريك فدفعت قريبا 382 كما تشاهدون الآن 382 درهم دفعتها للجاماريك تقريباً نتحدث هنا عن مبلغ 40 دولار دفعتها كجاماريك إذن هذا هو انطباع الشخصي حول الهاتف الهاتف جميل من لديه يعني بيجي أو بيجي يعني ضعيف أو محدود فهذا الهاتف سيكون أفضل اختيار يمكن أن تعطر عليه وهو هاتف ألفن أم إثنان إذا نتمنى كذلك أن يعجبكم هذا الهاتف وأضرب لكم موعد إن شاء الله موعد آخر في حلقة أخرى بإذن الله إلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر